مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدنا نحكي عن الجمعة 26 تموز يوليو اليوم الأمر مرافقنا من برج الحمل وصل الأمر لبرج الحمل يوم الخميس ساعة ستة المساء توقيت بيروت مثل ما انتم بتعرفوا مثل ما بتتابعوني فاليوم كل نهار الأمر موجود ببرج ناري في مثلث فلكي صار بين الأمر والشمس رح بيكون ممتاز للأبراج النارية أكيد طبعا الحمل الأسد وأيضا موليد برج القوس أيضا في عنا الجوزاء بيستفيدوا من هذا اليوم بطريقة ممتازة وطبعا الأسد الجوزاء طبعا لأنه هوائي وعنا أيضا الدلو خلونا نشوف كيف بيكون نهارنا برج الحمل ومع موجود الأمر ببرج كون مثلث مع الشمس تأثيرات أكثر من رائعة من أكثر الأيام حظا ويمكن يكون من أكثر الأيام حظا حتى من أول شهر تموز لهلأ لذلك مواليد برش الحمل بنتظاركم نوع من خطوة أو مبادرة أو تغيير جذري إذا أنتوا بدكن القرار بييدكن بالنسبة لبرج الثور اليوم هو من أضعف الأيام وأقلها حظا عم نحكي فلاكيا بيبقى على كل مولود مولودة برج الثور ينتبهوا هذا يوم ما رح يساعدكم متل ما أنتم فكرين لذلك يمكن مجهود إضافة تفتحوا عينيكم أكتر وتنتبهوا التأخير معقول يمكن يكون في شوية خربطات كمان معقولة الجوزاء مثل ما قلت بالمقدمين هار أكثر من رائع مميز ممتاز جميل جدا أنتم من الأبراج القوية والمحظوظة اليوم وهذا المثلث الفلكي الناري رح بساعدكم لكن ما بيقدر يلغي تأثيرات كوكب المريخ عليكم إذا كنتوا من موليد 24, 25, 26 أيار مايو فرجاء نكونوا حاضرين الأكثر حظا بعد موليد 4, 5 و 6 حزيران يونيو برج السرطان هالأمر الموجود ببرج الحمل قد يشكل نوع من لحظة اختبار لألكم لحظة تقييم لألكم يمكن ما معكم خبر من دون ما تحسوا وتدروا بتعيشوا لحظة بتكون كأنه امتحان لألكم فكونوا منتبهين كونوا وعيين وحاولوا إنكم تتحملوا مسؤوليتكم الأكثر حظا 11-12 تموز يوليو برج الأسد يوم ممتاز مميز جدا مش بس الأمر عم يشكل مثلث مع برجكم مثلث يعني شي حظ حلو أيضا عنا كوكب الزهرة بعضو موجود ببرجكم كلكن محظوصين في هذا اليوم الرائع من الأيام المحظوصة جدا 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 خاصة عند مواليد 7-8-9 بأغسطس نروح لها برج العذراء مواليد برج العذراء أكيد اليوم أريح من هالثلاثة أيام اللي قطعت اليوم النهار نوعا ما بيعطيكم حقكم بيساعدكم نوعا ما مش كتير لكن مطلوب منكم تكونوا وعيين هذه فترة بتكون تمشوا فيها بحذر تقيسوا وتختبروا وتخططوا قبل ما تتحركوا إذا عنكن شيء مهم فترة منا كتير مساعدة لإلكون عم نحكي عن تأثيرات الشمس من برش الأسد يعني باقي هالتأثيرات بشكل عام حتى 22 أب أغسطس بالنسبة ليوميا اليوم نهار أكيد أفضل من الأربعة والخميس بجميع الأحوال حاولوا تصححوا الأمور الشائبة إذا لقيتوا منروح لها برج الميزان الأمر معكسكم يعني معقولة تحسوا بشوية توتر في الأجواء وكأنه جوا مكهرب شوي مطلوب منكن تكونوا كتير هاديين ديبلوماسيين مثل ما أنتم معروفين نبرد صوتكم تكون هادي أهدا من العادي لحتى ما حدا يشك أو يعرف أنه أنكم عصبتوا أو تفاعلتوا مع أمور عم تتحديكن خلوكن هيكي بأعلى من غيركن مش عم نحكي نحنا بالإيجو عم نحكي أنه إذا حدا نجرب يتحديكن ضلكن أعلى من هذا الجو وضلكن هاديين وخلو البسمي على وشكن العقرب اليوم نهار لا بأس به مع أنه بعتبروا نهار متعب فعلا لأنه بيسحب منكن طاقة بمعنى أنه بتعبكن بيطلب منكن حضور بيطلب منكن جهوزية بيطلب منكن يمكن حتى بيطلب منكن أنكم تكونوا أوعة بالنسبة للأمور في بعض المعطيات والخبرة يليزم تحطوها وهذا الشي معقول يتعبكن شوي أكتر من العادي القوس يوم أكثر من رائع مثلت فلكي بين الأمر والشمس وبرشكن بيعطيكن طاقات أكثر من حلوة الحصوص معكن كتير قوية وبعتبركن من أكثر الأبراج حظا وأكثرها قدرة على التقدم كلكن محسوسين في هذا اليوم الرائع بالنسبة لبرشل الشدي الأمر وجوده بمربع مع برشكن بيطلب منكن تكونوا نوعا ما عم تقدروا تختلطوا وتقدروا تتفاعلوا بطريقة يمكن نوعا ما بتاخدوا بتاعته أكثر بمع محيطكن المطرح ما أنتم موجودين إن كان بالشغل أو بالبيت في بعض الظروف يلي بتطلب منكن أيضا تكونوا نوعا ما موجودين لحتى تحلوا قصة تحلوا مشكل أو نوعا ما لتحطوا جو من التوافق إن كان عائليا أو حتى مهنيا فيكن تكونوا محزوسين 16 17 18 كانون الثاني يناير بالنسبة لبرشد دالو مواليد برشد دالو نهار سريع انتبهوا من السرعة انتبهوا من السرعة في الكلام في التصرف بعض الناس يمكن تفهمكن خطأ ومش بقصدكن أنتو لأنه كلامكن لأنه الأمر موجود فيه بيت القدرة على استيعاب الأمور على التصرف يمكن الريفلكس فبالتالي في بعض الأشخاص يمكن يفهموكن خطأ ويفكروكن إنه يمكن عم تجربوا تقنعوا الآخرين بالقوة انتبهوا مواليد برشد دالو أيضا لامتحق نهاتكن ما تتسرعوا روم نيح لأنه عنكن سرعة أصلا اليوم مواليد برشد دالو فيه قولا وفعلا بالنسبة لبرش الحود مواليد برش الحود بعتبر هذا اليوم بيساعدكن على التقدم فيه تقدم فيه راحة فيه نجاح فيه قدرة على نوعا ما أخذ نوعا من خطوة إلى الأمام بتساعدكن حتى تتخطو شوية متاعب شوية قصص مهمومين فيها عنكن هم فيها عم بتفكروا فيها بتقدروا نوعا ما تليقوا الحل فمواليد برش الحود بعتبر هذه الفترة عم نحكي عن اليوم فترة فيها تكون مثمرة جدا تذكروا أنه الأمر موجود في بيت المال وأيضا بمثلث فلكي ناري فالقدرة عنكن إياها بختم مع مولود 26 تموز يوليو بانتظاره سنة كتير مهمة سنة تفتح وتقدم آفاقا للتقدم خاصة للطلاب يلي عم بيدوروا ويبحثوا عن يمكن أماكن أو محلات أو قبول بالجامعات أو بالمدارس العالية كما أنه سنة تحمل فرصة للسفر يلي بحياته ما سيفر احتمال أنه تبدأ معاملات سفر عنده لطالبين هجرة لطالبين يمكن حتى الانتماء إلى يمكن جامعات كبيرة وينما كانت عالمية هايدي سنة مهمة جدا مهنيا سنة رائعة سنة نجاح المهارات يلي بتقدموها يلي بتعطوها ويلي رح تاخدوها فعلا رح بتكون مذهشة سنة نجاحات للجميع بيتمنى لكم جميعا يوم سعيد إلى اللقاء باي باي ترجمة نانسي قنقر